كيف قلناه دف البداية كيحضر معنا اليوم فنان نعرفوه الناس كربما أنا سميته هكا ضابط إقع لأنه بطبيعة الحال إزاليه أنه يكون في كل الحفلة دياله كيبغي يعزف بالإضافة أنه كيغني والناس بزاف ديال الأعراس المغربية اللي لو كان مش ريف على الإحياء ديالها فنان مني كان عرفو الإنسان أنه فنان كيكون حتى ضوّق فعلا هنالفن ضوّق طبعات الحال طبعات الحال صباح الخي بعدها بلات قاش كن معانا بلات قاش كن معانا ماليش إذا اليوم كيحضر معنا الفنان كمال اللعبي اللي الكثير من الناس كيعرفوه كفنان ولكن في الأوين الأخيرة شونا أنه الفن دياله أولا كيبغي حتى في الطبخ حتى في الأطباق المغربية لقوحة الفاسية آوي مرحبا بك سي كمال مرحبا مرحبا بك معنا في بلات وشهادة الأسرة من ورتينا وندوز معك حلقة جميلة إن شاء الله بعدها اسميتي دابا كيمو شيفو كيمو عنكم شيف كيمو بطبيعة الحال يعني من يدخل الدار وانت كتاخد وكتأكل حاجة اللي هي فاسية وكنعرفو حنا الطبخ الفاسي كل صراحي يعني كل منطقة وإلا وعنده طبخة الطبخ الفاسي كذلك لا يعلى عليه يعني من الأطباق اللي مني كتدوقها كتتعرف يد فاسية يبقى سبيسيال لأنه عنده طارق طريقه القديم طبخة الحال وفاسة خدولها كولتور من العالم العربي وصيتهم الليهود نعم ولكن تسي كاماليوم كيف تريدون أن تريد المستمعات ديالش هذا اليوم نريد أن نعطيهم واحد الوصفة ليس ليس وصفة نريد أن نعطيهم أمني شلادة اللي هي البقولة ونعطيهم الوقت القنارية بالمليجات ديال البقري ونعطيهم واحد ديسيغ ديالنا تنديرو تديرو المغربة كلهم هو الليمون بالغس نعم والزهر نعم لأن الحال صخن شوية يعني عرادة مكمولة نعم هذي شوف هذي غديوة مزيونة صحية ما فياش مشاكل نعم وما تكتروس من الخبز والتوابي الفاسية بطبيعة الحال إذا ناخدوا معك أول شي قلنا شلادة دي البقولة البقولة نعم كثير من الناس كي ياخدوا البقولة بطريقة العادية بالزيتون وبالحامض بطريقة العادية هي البقولة ديال كيمو شوية سبيسيال نعم وسهلة فتحدي وغدي ياخدوا غير المقادر وغيصوبوا بأم بيكام إن شاء الله مرحبا إذا نقيدوا معك كيمو مرحبا 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 نعم نحن نقطعوش القبيطات ديال البقولة القبيطات مرحبا المعدنوس عادش كلو تكطع صغريوة بلاماشين والتبريد كمth هد يجب أن نتعيش معه سنقول لكم مع القيم يجب أن يكون مالحة كل شخص يأخذ قياس يجب أن يجب عليهم الملحة نعم يجب أن نسكز لحمد لا يجب أن نحتاجه فخبركم بأن البقولة لا يجب أن نضيفها العطرية بأن الطيب العادي البقولة ستاة الدروس نعم يجب أن نضيف ملحة نعم كنا نضيف ملحة نعم نحن نسكز لحمد وعصد الحمد نعم لا تضيف الماء نعم نضيف الماء لأن الماء سوف نضيف الماء اتنسيون البوتاقليلة باش ما تلسقش. نعم. مني غن نحلو الكوكو تغلقها طيبة غن نزيدو الحمض وشوية الفلفل حمرة وصافورة. مبعد دي منوت رتكون سالة البقولة ديان. ممتاز ماذا. نبغى مشي معهم دخطة باش يفهمو. بالفعل. انت اخديتي واحد طريقة مغيرة لانا كيني نازي كفورو. وما كيش الكامون وما كيش تفورو. داك البقولة عربة. شيفها لفورناها ما تفوقش فيها لصافور ديالا. نعم. احنا خصنا البقولة. مني كونو تنا بأن نحسوه بدك رباع. رباع. اهلا. هي خاصة تغسلم بزيان واتنسيون الكمون. اناس غالطي. الكامون تدرو في الفول. شو المسائلة اللي دولها هنطيرال ودي الوقت. نعم. لهاد الفول علشان دوله الكامون. عما رايجيز زوين بالكمون. وصاف تولي في المغاربة نسيتي الكامون. الشيفاء أنا تنعتكلها روسيا ديال امام غروم مر. مو متعب. هادو ناس كبروه في الطبخ الفاس. مهم. وفي فاسا كلة ملي كينين تدرو بلاك. طريقة هات. كل واحد والطريقة جلو بتاع بيات الحال. البقولة شو الكامون مش قدكم حرام. مهم. لا غي ما يداش لان غي فسنة لصالة البقولة. حس كي الكامون كيتناسب او كيتوات مع اضواق اخرين او كامون ممكن ندرو فشار مولاد الحوت. صاديرو سبا. او با فشار مولاد الحوت اغا ما نتندولش كامون. ما كندوش فال كامون. تندولي بزع. هنا ده باخدينا المقادير الاولية دي البقولة ديال ديال شيف كامال بي. اخدينا هاد كيمو شينو. كيمو شينو. اه لابا كيمو شينو. اه عندكم. اذا ما زال غنشوفوا معاك طريقة ديال طبخة ديالهو كدلك حتى كيفاش تقديمها. باش تكون فعلا صالة ضد البقولة لان العين كتعشق حتى هي. شوف الشيفة نديمة تنقول لهم فيسبوك في الفيديو ديالي. تنقول لهم الله يخلكم حاولو تمنضروف الطاجين. ممتاز. يعجبك في الشوفة. نعم ممتاز. هاد الشي كامل غنشوفوه معاك فوقاو معنا ما تمشوفين. من جديد مرحبا بكم مستمعينا مازالين في شهوات مجربة ولدة مع جميلة اهودة وهندة في الاخراج. مشكورة على استقبالها للمكالمات ومشكورة ايضا على اختيارتها الغنائية. ما زال حضر معنا الضيف ديالنا الفنان الشعبي. كمال اللعبي اللي اليوم كنناخده معاه ماشي اغاني الشعبية. ولكن كنناخده الطبخ. الطبخ الفاسي من خلال البقولة اللي اخدينا المقادر ديالها وغن مازال غنكملوه الطريقة تحضير ديالها غنشوفو ايضا القنارية اولا طاجينة القنارية بالمنيجات. مرحبا واكيد ديسير ماش نحليه في الاخير. ان شاء الله ان شاء الله. ايضا خدينا المقادر اه شوف كامال ده بمشيوه الطريقة ديال تحضير. ياك خدينا المقادر كالله. مرحبا صافي ده بغدينا اخدوه الطريقة ديالتحضير. نعم مرحبا تفضل. هلو هذين ناخدوه كوكوت صغيرة. موين زعمة. هذين ندور في هذين قبطات اللي قطعنا. قبطات القصبو قبطات المعدنوس. اهه. الكازة الزيت. مع القعد الملحة. ستاديا التومات. اهه. مدقوقين في المهراز او اه. 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 دفل له ذيك المكينة ديالهم. اه. دفل له ذيك المكينة ديالهم لتاديك الطعام صغير. باش يدوبوا دريحت لالتون دوكو يصور يكون قليل. باش تومات دور في ذيك ساعة. نعم. نعم. وعدنا لله. صفت اللي كان. نريد انشدوا. ونوع من هذه المعادي. ديال العنبة. إذن كنديروا البقولة ديالنا وكانديروا القصصة القصبور والمعدنوس. وكانديروا قصصة ديال الزيت العود. كذلك الملح والتومة. صحيحة. دروس ليلتومة مدقوقين في المهراز. ذاديش حالة. نسمع المهراز وي نتعاجه. نتعطى منا. واخر كين في كل لطر مغربية وكي نتعطى في نعم وكذلك كاز دي الماء دي العلبة وكذلك نسده على الكوكوت ياك والبوتا قليلة عفيتا قليلة باش 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 من تحق الناس مش حال دي الوقت كتخليها السيجمه اندوميور خمسة وثلاثين دقيقة نعم ومتاز كان حل ما هنا هي كتلق ديج الماء هي غطلق الماء هاتش عندها في اندوميور غدي تنشف مدك الماء مني غدي تحل غطلقها ديجانشفات قربة تنشف نعم باش غدي نحليوها غدي نزيدو نص كاز الحامض هنا تكرت طيب كل شي تدوز ديك ساعة او مصق اولى خمسة وثلاثين دقيقة اه كان دوزو علها اندوزو علها كس عاصر دي الحامض اه ووتنزيدو الفلفل حمراء نص معلقة نص معلقة صغيرة ياك دي الفلفل حمراء اهه الابغتي تقلت لي تياكل الحر ادى شوية السوداني اللي لما تياكل تياكل الحر اخلي ديكظو ديكووريوباهم نعم يجب أن يكون مزيدة بوحدة لا تستطيع معها هل تستطيع فيها غير تحميرها الحلوة؟ لا تستطيع فيها لا تستطيع فيها لا تستطيع فيها الحامض والثومة والزيت البلدية وطريقة التزيين نضعها في تبصيل تكون ليدات تبصيل صغير وعرضوها بالمعلقة نضعها وطريقة للمون مصير ثم نضعها ثلاثة وطريقة وطريقة الزيتونة حامضة أو الزيتونة كعلى هذه الوصفات مصرحة لديك عالق من الصلاة وصلاة الشيخ 150,000 مشاهد السؤال هو من الفن الشعبي الفن المطباخي يعني فقط الحب ديالك الأم والجداء أو فعلاً كان شي حاجة تبديتي كالطيب دقسي شي حاجة ومعجباتك شيء طبق بديت له ألاج دوساته نعم كانت الوالدة تتقول لها جاولدي أنا عزيز علينا ندخل الكوزينة تسمع العيالات خالتي ودك شي سنجمع معهم تتقول لي وابني كاس كاس تقول لي معك هاتف الديجال تقول لي معك هاتف الفلفلة أحدها هاتف وأشوف أنا غمشي الحمام حد البوطة من دابن الساعات فعلية نتعلم بلما نشعر بديت لحب الكوزينة فوقها تعلمت الكوزينة الفغي ومن نصفة الرباط كنت بوحدة بوحدة بشيط خدمت في الرباط بديت لكل داك هومبوغر وفليت ودكشة الزنقاء ومعي التمرضات تلعيت لموه في التليفون تقول الحجة هاتف شرمها مصر الكنيش أعطني لي غوسات بريت كبيدة مشرم لها بريت كده بريت هاتف مره نجيبها هاتف وليت تنعسق مره نجيبها مره نجيبها مره نجيبها ونجيبها ونجيبها نجيبها في الآخر ونجيبها تضعو نجيبها نعم سه optimistic ويضع على قنارية 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 ويستفد من المنافع مرحبا بالأسئلة المستمعات والمستمعين الذين يحبون يتواصلون معها شاهدون كمال اللعبي على الأرقام 0522-3636 أو 036-036 حتى على الأسماس مرحبا تاني كيف تكتبو الشيادة الأسرة سؤالي لكم الطباخي على 55-66 ستدراهام تتاسي ماشي والطاجين ديال القنارية والحمل ملجان القنارية أو الخرشوف كيف تسمي القنارية أو الخرشوف حدا بدلوقت هذا هي القنارية والخرشوف مازال ماخرش ما الفرق بينهم في الطيبة الطيبة الخرشوف مر عنده واحد لغياء قوتي يحمق والقنارية بحالة تقوله رومية نعم الخرشوف بلدي نحن هذا بغن ناخده القنارية بالحمل ملجان نحن نقوله حاجة بلدية يعني انك تاخد طيب كثير وحاجة رومية تطيب ضغير بغياء بصرع نعم ممتاز إذا هيدا تاجين ديال القنارية والحم ديال البقري ايه انا نصح زعمان الناس باش ميمشوا عند القزار كل مسكيمة يعرفش مش هيتفلة عليها القزار واللي عم كلهم مزيان على حسب باش ميتعدبش السيد مني المرأة ميتمش الطيب ميعدبش مراته مش عالقزار يقول اعطينا الله يخلك المليجان بالبقري حيث المليجا كتكون شوية رطبة وكتصغير صاف هو فيها شوية العظم ميلا كريتي غير طالية في الديد حسن ما تقول بزيفة تلحم وقاسح نعم ويعطي بمراسك في طياب غادي ناخده معاك هالطاجين ديال الحن بالبقري مخضر بالقنارية طبيعي وغا نشوفه معاك الطريقة والمقادر ايضا وامريو ايضا نشوفه المسامعاتنا ومسامعنا اللي حابين يتواصلوا معنا ومع الفنان كمال للعبي على الأرقام ديالنا 05 22 36 10 30 أو 05 22 36 05 36 مازالين معاكم فقرات شهيوات مجربة وليدة في برنامجكم شادة الأسرة خليكم معنا احنا راجعين مازالين معاكم مسامعينا فقرات شهيوات مجربة وليدة دائما مع برنامجكم شادة الأسرة مع جميلة وهودة مازال معنا ضيف ديالنا الفنان الشعبي والشيف كيمو والفنان كمال اللعبي اللي اليوم كيعطينا أطباق من تحضير ديالو وهو مازال غنستقبله أيضا مكالمات ديال المستمعات والمستمعين على الأرقام ديالنا 05 22 36 10 36 أو لا 05 22 30 05 36 نستقبل المكالمات ديالا أمينة أمينة عليكم السلام كيف عملهم صباح النار صباح الخير جميلة أهلا الواء سهلا نعم حبيبة كيف عملهم النار صباح لا بس أختي الحمد لله بارك الله وفيك جميل أختي الهلاء يخطيك مرحبا بك وتحية كبيرة للتقام كامل وتحية كبيرة وكنشكركم بزاف على الفنان كامال لبي أو الشاب كيمو كنشكركم بزاف بزاف وكنقول لي شكرا على البقولة اللي اعطينا بطريقة مختلفة أنا كنشكرك عليها بزاف هتعجبك إن شاء الله واليوم ما بيعطينا الخرش وفيك جميلة يا قنورية ساوكا نشكره عليه بزاف لأنا أنا معزيز عليها ورا صفت لكم لأنا ولي دير اليوم وعنى اللي اغدارة صفت لكم شدك أنت منا تشوفوا الصورة ويقول لي رأيي ديالو نعم للإشارة الإشارة أمينة الأمينة مسلا من الحادقات اللي كيت وصلوا معنا وكعتونا الشيوات ديالو وكتزيد لمسة ديالا تحية لسلا بارك الله وفيك سيدي كنت فيها تلتسنين كنت ساكن في تابرك دعم سيدي كنت ساكن في تابرك شايل الله سيدي عبد الله بنحسن متصرفين يا سيدي متصرفين تحية لنا السلاح مرحبا وغلت شي كله بفضل شادة اف ام الله يباد الله سبحانه وتعالى قليك نشكرها لك تجيب لنا الناس بحالكم الله يتولهم كلا صراحة ما غد يخلص أغير الله سبحانه وتعالى كلهم جميع وعندي واحد طلب ليكشف كيمو الله يجزيك بخير مرحبا بغيت الشباكية الفاسية الله يجزيك بخير هشوف باش ما تتعدبش يا مادام ان شاء الله غدخل لها بباش فيسبوك ديالي كمال لعبي غددي كمال لعبي وغدين اكسبتك عندي الغراء مدابة 15 اليوم غدين نطلق البروغرام ديالرمضان 30 حلقة غدين عطكم الخليع بالزيت البلدية والشباكية والبريوات ان شاء الله يجزيك كاسيدي بخير شكرا بزاف شكرا شكرا لكاسيدي بزاف لي مرحبا لله مشكورة امينة مدينتسلا مازلنا نطلقى موكالماتكم دائما على الارقم ديالنا صفر خمساتين وعشترين ستا وتلاتين عشرة ستا وتلاتين أو ستا وتلاتين ستا وتلاتين مشيو التاجين ديالنا ياك شكرا شكرا محبا المقادر ياك المقادر أول حاجة بصلع بصلع كبيرة حمراء ام لبيضاء لا بصلعها عادية بصلع عادية باش منصعبوش على المستمعين بصلع وصافي نصف معلقة ديال سكينجبير سكينجبير نصف معلقة ديال الخيقوم معلقة صغيرة صغيرة تلاتين انا ما تنديش العطرية بزاف والطاجين تيطلع لديد العطرية راتتضر بالصحيلة كثيرة منا علود الحرقة علود الحرقة وعلود دبا معها تشلي ولا دباد الأمراض وشي يسان يحاول ينقسم العطرية ورغي كل ديال هيتكون طريقة للإستعمال مزيانة وعينك ميزانك مع الطاجين وخلعتك لغوشة تغسك تعيش مع الطاجين راسي دولاغ مرة الأولى المرة الثانية مرة سلتك أولي محافظ المقادر وعينك ميزانك نعم 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 لا 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 يوجد طياب فاسي في ربعات الأنواع مني تنقلون المقلي وتنقلون المحمر وتنقلون القدرة راه شوف حاجة ما تتشبيل حاجة كلي تنضير فيها السمن كلي تنطيبوها بالزيت البلدية على مخا حيث باشي أي أوكل غنطيبوه احنا بالزيت البلدية حذا بالقدرة تنطيب بالزيت الرومية ومع القدية السمينة السمينة المدوبة اللي مصوبة بليد ماشي تلك الحائلة القديمة لان هذيك تتضروا كلي مبقاش يستحمل تريحة ديالها هذا المقلي يعني لتزيت الرومية المقلي هو الذي يكون فيه غيس كينجبير والخرقوم لا يكون فيه الفلفل أحمراء هذا المسائل نقلونه مع اللحم وقليه ونقلونه ونقلونه تقلونه نحن تنصيب القنارية الخرشوف تنصيب القنارية تنعمر الماء على قد القنارية هذا كل حساب الماء تنصيب القنارية تنصيب القنارية تنصيب القنارية حتى يأتي نيفوديا ونقلونه تنصيب المسخونة أو الماء بارد بحال المسخونة هذا الماء بارد ونقلونه تنصيب قنارية ونقلونه تنصيب القنارية ويديلو غوقات خرية كان هذا المسألة يطيب له ويطيب خطب خطب مربعية إلا في الكوكوت تنصيبه نعم ممتاز هنا في هذه الوصفة كامل اللعبي كان عارفو أن القنارية كانت تتوتى بزاف مع الحامض ما كتبناش الحامض نعنى عمنا في الخرشوف نعم احنا جايين ثم نقولك طياب نحلو على الكوكوت ونقلوه نقصو اللحمه ونقصو وتحسب الطاجين طب باش تتلبع باش نكون نصبوه يجب أن نصبه الحيمة ونفقه من الخرشوف تنقطع طريفة الليمون مسيّر وزيتون المشقوق لمحمد ديال الزمان اللي تي يرقدون لا تيتباع عندهم الزيتون هذا تنزوقو به لكي تنتقل طريفة الخرشوف راكينا نستمت العمد وتتكمل بطريفة الليمون مسيّر ممتاز وهكذا غنكون نخدين الطاجين باللحم البقري وبالقنارية الزمين ما فيش العطرية بزاف وما فيش تومة وما فيش تومة ممتاز مازال غير رجوع لكم وما زال غير نخدو مكلمات على الأرقام 0-252-30-10-30 أو 0-252-30-0-30-30 نخليكم معنا احنا راشعينا من جديد مرحبا بكل حادقين والحادقات اللي كيستمعونا مازالين معكم في شهيوات مجربة وليدة هاد المرة مع شيف كيمو أو كامال لعبي اللي مزج ما بين الفن الشعبي وكذلك المطبخ الفاسي من خلال الوصفات ديالو اللي أعطاني اليوم أعطانا شلادة ديال البقولة بطريقة ديالو وكذلك أعطانا لحم بالقنورية أولى بالخرشوف كذلك غاي أعطينا ديسار هنا سالينا تقديم خاصنا تقديم ديال طاجين ديالنا أولى ديال طبق ديالخرشوف تقطعوا شوية ليمون من السيارة بحال السويرات وتنديوا واحدة من هنا ووحدة من هنا وزويتنات محمضة اللي قلت لكم تيتبعوا عند من الزيتون دقل مشقوق المحمض تنديوا واحد الخمسة ولستد زويتنات على حاسب بش يجيل من الدرمزة ووصافي وبصحة ورحة وبصحة ورحة وباقي الحال اللي بغاوا السيدات يوجدوه باقي الحال يوجدو دا بلق النارية ستكون عندهم ديجة منقية ومرقدة في المو والحمض قبل ما ناخدو ديسار جميلة أنا مكراش نسولك واحد سؤال انت كان عرفوك كفنان شعبي يعني كتأنيمي الأعراس وش مستقبلاً ما كتفكرش أن الطبخ يولي احترافي أكتر تولي نشوفوك في العراسات لكن في المطبخ يعني كشف على ما أظن هاتش يغي يمشي بعيد إياك لأن على حساب الفان اللي وصلت لهم على حساب الفي اللي وصلت لهم دا بغا وصلت المئة وخمسين ألف تبارك الله باندون خمستاش الحلقة دا بعندي ربعتاش الحلقة وخمستاش الحلقة رتقول لها لحد تقول لحد سنعطي حلقة وصلت المئة وخمسين ألف زي ما كيل إقبل من الخير دا بديج العالم كله من فرنسا ألمانيا الطالية تدخلوا عندي وتتصلوا بيا ومتبعين لغوصة ديالي وإن شاء الله غتيتسنوني أكيدو كتعرف بالطبخ المغربي معلوم 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 أن الناس كيعرفوا بجديات ديال الطبخ المغربي بطريقة اللي سليسة طريقة سلة تحضروا من 30 حلقة في رمضان إن شاء الله 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 دابعطينا البقولة وعطينا التاجين دابعجي الدسير الوقت خفيف الدسير ديالوقت سوف نأخذ القليل القليل أقوم بلافة الكبيرة قيمة 1 لطر يوضع القليل النقوم سوف نأخذك السكر سوف نأخذ العصر سوف نأخذ سوف نأخذ القليل نأخذ القليل ترجمة البورتوكس وقفة بعد التربية ونقفة على البورتوكس ونقفة بجواج ونقفة بعض الأمور القفل الخص ونقفة الوصف ونصف مع القصغير ونصف مع القصغير القرفة ومع القززر صافي وتتخلط دك والدروف تلاجه يبرد هو خصوص يتكيل بارد نعم مكرز عما يدخل على الكونجيلاته واحد شوية ماشي يبرد وكل واحد تبقي إخويف الزليفة دياله شحل بغلقية دياله بالمغرفة تتخذ مغرفة وتتسر بحل حريرة ولا بحل السوب ممتاز كل واحد غاياخد زليفة دياله ويشربها بالمعلقة تياخد الخص في دي فيتامين وعرين تياخد القرفة فيها منفع الدات وتياخد له جيو دورانج ناتور دلوقت نعم وباش جميلة أن كل واحد كي ياخد القياس دياله هكا ما كان بدوش نضيعه يعني من كان نعملو ديسار اللي كان نقطعه لكل واحد هذا ما يتقلش على القلب لأن بعد الديسار سيديك كونسين بعد الماكلة نعم هذا ما غير لأنه وخاصو يتخذ قبل الماكلة ولا حتى يرتاح فعط لي شرب كوز داتي لك سعيب كل يوكل بانانا ولا تفاع باش يتفض منه حتي يخاصو يتخذ ساعتين قبل ولكن هناك ناخده من موارس نعم مش مشكلة غير يتخذ يرتاح واحد ساعة ونص وياكله باش ما يتقلش عليه نعم ممتاز إذا ديسار ديالنا اللي هو ساهل وكيف قلتيب بالديل الوقت بالليمون كين حاليا تبارك الله فيما مشيتيك أتلقاه بالأحجام المختلفة المنظرين كين الليمون كين كيف كتسمين انتم مالتشين بريتي تزول بريتي تخلي داك الخص وتزيد بحل دا بطريفات ديال الفخيز وكين تهو وقته وكيتمشاه ولينا اللي عادر الفخيز ما تدرش القرفة نعم ما كتماشاش ما تيتماتاوش شي دا بداخل روزة ديال خص تريفات صغيرة ورد شوف نهار ديرو بالليمون والفخيز ونهار ديرو بالليمون ونهار ديرو بالفخيز نعم وزو القرفة القرفة الي تحيد ما كتوتى شي مع الفخيز ممتاز وكان عرفوا أن الفخيز في كمية كبيرة من الفيتامين سي ودبراكينا مدام دباكي الفرنبواز شو تيتبع في السوق اللي عندكم في كازا فرنبواز تهو وعر يسيبوا حد فرنبواز بالسوس نعم ماشي حلو واني نسيبتين على الليمون أمبونجو وفيدي فيتامين نعم ورخيز ورخيز في السوق ونهار خيز عطتينا اختيارات ثلاثة في ديسر واحد اه ديسر واحد ديسر واحد ديسر واحد مشكر بزاف الفنان كمال اللعبي اللي اليوم شفنا معك بجمعة من الأطباق اللي لا جيت نقول هي فاسية قحة يعني من المطبخ الفاسي تعرفنا عليك وتعرفنا كذلك على المطبخ الفاسي شنو علش كي يعتمد شفنا معك بزاف ديال الأنواع شفنا معك كيفاش ولكن قبل احنا بفاصل كنا كنتك نتكلم عن البقولة فاسولتك هو داكتكي النسلي فعلا الحد الآن ما ما كان عارفوش نشريوها أو ما كان عارفوش نختاروها نعم اجي عطينا تاريختك بش نختموه بها بشكل البقولة اللي تمشيو عند مون اللي تبيع البقولة أدوه زي أصبعك على الورقة إلا كنت حرشها شريها إلا كنت ارتبها ما تشريها ممتحد خص الورقة تكون حرشها هادي كيات يسميها البقولة البلدية ومن ستكون ارتبها الورقة تتعطي واحد المدق زعيق وما تديش واقفة في الطياب حيث يلبقولها مغسجي مميها وخاتع يتقلي فيها تتصبح مزعلك كيف تقولو نعم مشكور بالزاف على الحضر ديكت نورتينا مرحبا لله مرحبا لله مرحبا لله مرحبا لله مرحبا لله مرحبا إلا مستمعينا احنا مازالين معكم من خلال برنامجكم شهداء الأسرة نتمنى انكم تكونوا تقضي وايانا اجواء اوقات ممتعة ما زالين فقراتنا ما زالين ما زالتش من بعد الفاصل غنشوفو في الحداقة والتاويل كيفاش نزولو الغمولية من الحيوط السيدات اللي كيعانيوا من هالمشكيل خاصة الغمولية من الحمامات وايضا غنشوفو وصفات تابعية خاصة بالجمال اشتركوا في القناة شكرا